نظاماً لتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برنامجاً لتعليم الكبار في قرية صنباط بمركز زفتة بمحافظة الغربية بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالقرية بلغ عدد المستفيدات من البرنامج الهادف لمحو الأمية 20 مستفيدة حيث يشهد البرنامج توقيع بروتوكول تعاون لإجراء اختبارات للمستفيدات بعد انتهاء فترة الدورة من أجل منحهن شهادة محو الأمية البرنامج ده اسمه برنامج تعليم الكبار بياندار بتاعته محو الأمية محو الأمية ده إحنا بنشتغل على فئة معينة الفئة ديت بس إنها من 15 إلى 15 سنة بنشتغل إحنا ننمحوا يا أمية الناس ديت لأن الناس دي ما تعلمتش أو ما استفادتش وهي صغيرة إحنا هنا بنستهدي فئة عمرية معينة من الناس عشان نمحوا الأمية إحنا هنا بننفس برنامج اسمه برنامج تعليم الكبار التعليم العملي دي من حوالي 15 سنة حد 55 سنة بنحاول نوفر لهم كل سجر التعليم السهلة أن يعني نوصل لهم أنهم يعافوا يقروا يكتبهم يعافوا مارس حياتهم يعني يواصل تعليم مع أولادهم إحنا دلوقتي بدأي من شهر ثلاثة قدامنا الحال شهر عشرة بيبقى فيه استكتاب وبعد كده متحانيه ببعد كده بيحصل بقى على الشعير بعد المتحاني ما كنتش هي معرفة أقرأ وأكتب بس كنت كل بقى أماجي يعني خلونا أكتب إسمي يعني حد يعني أكتب إسمي لحد ما عرفت أكتب إسمي واسمي أبويا وجدي وكنت أول الحمد لله سمعت عن أسلوبية الخدمات التعليم المجاني من نحو القرمية وحبيت أن أنا هاجئة لتعلمي لشان أنا فتحة مشهور وحبيت أن أنا أقدر أحسب وأقدر التعليم